مشكلة إخواني وأخواتي كل الأصوليات وبعض الناس طبعاً هذه كلمة صُدِّعنا بها نسمعوها 24 ساعة الأصوليات والأصوليين والفهم الأصولي ماذا المقصود بالأصول؟ ليس المقصود بالأصول الفقه والأصول الدين لا 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 باختصار كل الأصوليات إسلامية، مسيحية، يهودية، هندوسية كل الأصوليات في العالم يجمعه شيء واحد ضعف علاقتها بالواقع لا تحب الواقع كثيراً الأصوليات لا تحب الواقع لا تتعطف معه لا تريد أن تنخلط فيه بعمق ضعف صلتها بالواقع ومن هنا ضعف فهم هذه الواقع ضعف مسيرتها لروح الواقع بإزاء أو في المقابل تمسكها الشديد في مقابل تمسكها الشديد إلى حد البيشن أو الشغف يعني تكون تمسكاً مشغوفاً بماذا؟ بالماضي بالماضي الذي كان والأصوليات كلها تشترك أيضاً في أن أحسن صورة للعالم هي الصورة التي كانت ليست الكائنة وإنما التي كانت ولذلك يحبون أن يستندوا على وإلى الماضي وأن يجتلبوا منه مفاهيم ومصطلحات ومؤسسات لكن كلها أصبحت من الماضي أنا أقول لكم الأصولية الإسلامية تفعل هذا أحياناً بطريقة تبعث على القلق مبالغة يعني مبالغ فيها أيها الإخوة